وخليني أكلم معكم عن موضوع مهم جدا هو أنه مصر غنية بكنوس كتير جدا وموارد طبعية ومن يومين يمكن نوجه السيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بتنمية وتطوير واستفادة مصر من الثروات المعدنية وطبعا بنكلم بشكل خاص عن خام التانتالم وخليني أقولكم للي ما يعرفش إيه هو ده هو عنصر كيميائي صلب بيستخدم فيه أو ليه استخدمات كتيرة جدا جدا منها صناعة الطائرات أو بالذات طبعا مراوح الطائرات ليه استخدامات برضو فقالات التشغيل والمعادن ومعدات الجراحة ليه استخدامات في الحقيقة كتيرة جدا نشاز بكل تأكيد ومصانف نوع من الخامات الندرة بالمناسبة في العالم من أهم الخامات المعدنية الغير مستغلة الحقيقة بالشكل الأمثل خليني نتعرف أكتر على الثروات المعدنية وإيه قصة هذا الخام من الدكتور حسن بخيط رئيس المجلس الاستشاري العربي للتعدين والبترول اللي منورنا صباح الخير عليك فاند أهلا بكم في البداية عايزين نعرف الناس إيه هو هذا خام التانتلم أولا في البداية أحب بس أوجه الانتباه للسادة المشاهدين إن السارة المعدنية في مصر الحمد لله محتلة مكانة كبيرة جدا توزعها وانتشارها ونوعيتها ممكن بالفعل تنقل مصر نقلة كبيرة جدا في دعم اقتصادها الوطني طبعا بالنسبة للخام أو معدن أو العنصر بتاعة التانتلم يمكن زي ما انت قلته مسته إنه في صفاته الطبيعية والكيميائية يعني هو برضه أوضح إن ليه التانتلم واخد يعني انتباه وله تقدير بالنسبة للصناعات المتقدمة إنه هو ربما بيتحمل يعني درجات حرارة عالية يعني نحن نتكلم عن الطيارات أو الصناعات المتقدمة بتحتاج حرارة عالية هو من المعدن بالفعل درجة تنصرها عالية جدا بتعدي أربع تراب درجة أربع تراب درجة مئوية طبعا ده بيأهله إنه بالفعل يخش في هذه الصناعات بالتالي يعني مصر الحمد لله بتحتوي على أو فيه مواقع بتحتوي على هذا الخام مش موقع واحد أكثر من موقع يمكن أشهرها هي منطقة أبو دباب ودي بتخلي يعني الدولة تهتم بهذا الموقع للاستفادة من هذا العنصر الهام وتحاول بقدر مستطاع إنها تحطه في دائرة الإنتاج والاستغلال الحسن طب إيه استخداماته يعني إحنا يمكن نتكلمنا عن استخداماته في صناعة الطائرات أو مروحيات الطائرات لكن استخداماته تانية إيه؟ هل لي علاقة مثلا باستخدامات جراحية إزاي بأني طريقة؟ هو مادة صلب؟ زي ما قلت كده إنه هو صفاته بتؤهله إنه هو بتخش في الصناعات ما يقدرش معدن أو عنصر تاني يحل محله اللي هي الصفة اللي قلنا عليها اللي هي درجة حرف تحته أو درجة انسهاره العالية جدا فبالتالي إحنا ممكن بنكلم عن الطائرات نتكلم عن الصواريخ العابرة للقرارات نتكلم عن الأدوات الجراحية نتكلم على أي قطعة بتخش فيه أطرف صناعية مثلا أه طبعا أي قطعة بتخش فيه صناعات متقدمة ومحتاجة درجة حرفة عالية دي المعدن ده يستطيع أنه يستحمل هذه الدرجة عالية إذن هو جيد للتصدير بالضبط طيب كيف تكون في الأساس هذا الخام؟ لهو حضرتك الخامات عامة تكوينها يعني من ملايين السنين وطبعا لها ظروف جيولوجية معينة وطريقة تكوين معينة وضغط معينة البيئة الجيولوجية بترعب دور كبير السخور الحاوية لها بترعب دور كبير المهمة في النهاية حالك بيتكون وبي يظهر على السطح على هيئة نطاقات على هيئة بعض العدسات طبعا رحلة التنقيب عن هذا المعدن بدأ من زمان وأخذ العينات وتحليلها وأطعنا شهد كبير لغاية ما ثبت اقتصاديا أنه من المعادل الممكن تخش فيه نطاق الاستخراج والاستغلال الحسن الموقع بتاع عبد الدباب ليس الموقع الوحيد اللي ممكن يقول عليه أنه هو اللي ممكن يظهر رضاية الضوء ولكن فيه مواقع أخرى بجنبه وده بيأخذنا إلى حتة وضع خطة لاستغلال العناصر النادرة في مصر احنا الحمد لله يمكن الدهب خد موقع كويس في مصر ويمكن منجم السكاري فتح شهية المستثمرين للدخول في التنقيب على المعدن الدهب والحمد لله يمكن المنجم بينتج حالين حوالي بتاع 13 طن دهب سنوي وجود خامات أخرى بجانب الزهب وبجانب الحجر الجيري النقي اللي هو في موجود في سمرلوت والرمال البيضاء والرمال السوداء وخامات الأسمنت والنحاس الأخير بيخلينا أو بيخلي كل الجهات المعانية بسالة المعدنية أن بالفعل يعطوا لهذا القطاع الاهتمام الكبير يتناسب مع دورها في دعم الاقتصاد عظيم احنا عندنا كمان أماكن طبيعية وعلى ما سمعت مش عارب متأكد غير متأكد أن هذه المعلومة كحالك توضحها أنه صهر القصدير ممكن ينتج عنه هذا الخام كويس أنت حالك سألت السؤال ده لأن أنا كان لها تجربة بحكم شغلي في هيئة الصربة المعدنية من قطرات طويلة جدا بالفعل كان فيه شركة حطت على هذا الموقع والموقع كبير كان كبير عليها بالفعل فلجأت إلى استغلال الوديان الرمال المحيطة بهذه الجبال طبعا مش وجئنا يعني احنا خلال التقارير ومتابعة هذه الشركة كانت بتطلع الأسدير من الرملة المحيطة بهذه الجبال وكانت بالفعل من حوالي عشر سنين كان بتم تصدير هذا الركاز إلى ماليزيا وكانت طن بتبع بـ 20 ألف دولار احنا بنتكلم على معدن أو أسدير موجود حوالين الجبال اللي فيها تنطلة ما بالك بالجبال نفسه لو تم استغلال بالتالي يعني القاء الضوء ووضع الاهتمام على استغلال العناصر الندرة بصفة عامة والتنطالة بصفة خاصة أعتقد مهم جدا وعلى الدولة أن كل الجهات اللي فيها تتعاون وتتكاتف من أجل أن يخرج هذا المشروع للنور ولدعم الاقتصاد الوطن احتياجات مصر من التنطلم قد إيه بالزبط وإحنا بنستخرج قد إيه والله يبص حدك هو التقديرات الاحتياطي كان بيكلموا على 20 مليون تن ولكن إحنا لما بيكلم في قطاع التعديل الأرقام ما بتقفش عند رقم معين بمعنى أن أي بداية لأي مشروع بيتم تقييم وتحديد احتياطات ولكن الشركة اللي بتاخد الموقع بتبدأ عملية تنمية للمواقع المحيطة فممكن بالفعل الرقم ده بيزيد طبعا التحدي التحدي الكبير اللي بيقف أو يقف أمام كل الجهات المعنية هي مش خروج خامة للنور واستغلالها الاستغلال الحسن ولكن حتة أن احنا نعمل خطة لاستكشاف المزيد من المواقع لزيادة زيال الاحتياطات ولو احنا حطينا خطة للنهوض بالصارة المعدنية ربما بنتكلم على خمس ستة عناصر أساسية ممكن كل الجهات المعنية أنها تتكاتف بنتكلم على المعلومات التي تتاح للمستثمر بنتكلم على الإدارة الحسنة التي تقود هذه السفينة من جهات المعنية والشركات بنتكلم أرضه على حتة التشريعات المفروضة تتغير ويتم تجددها بالسمرال لمواكبة أو إعطاء حوافز للمستثمر وبعد ذلك نتكلم على حتة أن نحن نحاول نعمل تدريب للكوادر لأن أي صناعة بدون كوادر مضربة مؤهلة أعتقد أن يبقى فيها قصور بالتالي تدريب الكوادر المؤهلة على الدخول في التنقيب والتقييم والاستخراج أعتقد أنصر كبير ممكن يساعد الدولة في المرحلة القادمة على النهوض بصراوتها والخروج للاستثمار في المحيط الإقليمي خاصة الإفريكي والعربي حديقة شرطة نقطة مهمة جدا وهي مساعدة ودعم المستثمرين في هذا القطاع لأن صناعة التعديم من الصناعات تتصف بعائد بعيد المدى فغالبية المستثمرين بيشوفوا أنه فيه صعوبة في الدخول في هذا الأمر لكن أعتقد أن الدولة بدأت تساعد ولو هنضرب مثل بالمصنع الموجود بتاع رمال السوداء هي بالفعل نقطة مهمة جدا وأحب أوضحها للسادة المشاهدين أن الاستثمار في التعديم السهل لعنصرين أساسيين طبيعة المعيشة أنك بتكلم على استثمار في داخل الجبال الصحاري، مكفهرة، بنية أساسية، مية، كهرباء المستثمر يخش في هذه المناطق النائية محتاج يوفر كل هذا رقم اتنين أنه بالفعل ممكن بعد ما يعمل تنقيب وأواء والآخير يبقى فيه مشاكل في الاستخراج فبالتالي فيه رزق على الدولة إعطاء حوافز تسمح للمستثمر الوطني أولاً ثم المستثمر الأجناب أنها تخش أنها تستثمر في هذا المجال الذي قلنا عليه في بعض المخاطر لذلك حزمة الحوافز مطلوبة وحزمة الحوافز تتوقف على الموقع الذي يستثمر فيه المستثمر يتوقف على نوع الخامة الذي يطلعه لآخيره فبالتالي التشريعات الواجبة أنها تتغير باستمرار لمواكبة هذه الطائرات مطلوبة أنها تكون على أمهة الاستعداد لإعطاء الحوافز المناسبة للمستثمر أن يخش في هذا المجال ويستخرج ويستكشف ويطلع الخامة لنور زي يكون الاستغلال الأمثل لهذه المعادن خلينا أقول مستدام يعني النهاردة أنا لو بجيب مستثمرين عشان يدخلوا الصحراء ويطلعوا هذه المعادن إزاي أخلي ده أمر مستدام ده مبدئيا وإزاي أستغله على أكمل وجه والله التعديل عندما نتكلم عن التعديل نتكلم على مقاييس متعددة فيه تعديل على مقياس كبير وفيه تعديل على مقياس متوسط وفيه تعديل على مقياس صغير مناجم صغيرة ومناجم متوسطة محاجم متوسطة لصغيرة كبيرة إلى خيره فبالتالي ما أقدرش أحط مقياس واحد على كل هذه المراحل لابد إعطاء المستثمر الصغير شيء مختلف عن المستثمر الكبير فبالتالي أنا كدولة من مصلحتي أن أفتح الاستثمار لكل هذه المجالات أو لكل هذه المقاييس المستثمر الصغير والوطني بالذات أنه يخش يلاقي حزمة الحوافز التي تساعده على الاستخراج بدون أن يكون فيه عيب مالي عليه كبير بدون فيه عيب إجراء روتيني عليه كبير وفي نفس الوقت المستثمر الكبير أعتقد أن يكون لي رولس وقواعد الدولة بتحطها على أساس تضمن أن هذا المستثمر يخش ويستمر في ضخ المال وضخ الخبرة ويمكن أنا أتكلم على الاستثمار في التعديد بحط الخبرة أنا من وجهة نظري يمكن قابل رأسي المال لأن الخبرة دي هي الهدف اللي أنا كدولة أحب أخذه من المستثمر الأجنبي أنه هو ينقل خبرته التكنولوجية وخبرته في الإدارة الكوادر الوطنية عشان نستطيع أن نقوم بذاتنا في مواقع أخرى ومشابهة طيب هل استخراجه صعب؟ يعني بيحتاج تكنولوجيا معقدة مثلا؟ ما اعتقدش التكنولوجيا حاليا على الوجه اللي احنا بنسمع عنه صعبة هو محتاج أن بالفعل أن يكون فيه شركات متخصصة وأعتقد فيه شركات متخصصة في هذا الموضوع تستطيع أنها تعرض خدمتها شركات محلية؟ شركات حاليا في العالم بتشتغل محلية أصب؟ محلية تقدر تقوم بمهما دي أو لا لازم؟ أعتقد أن محلية تحتاج شراكة مع شركات أجنبي في هذا الموضوع دي بي المنتهى الصراحة لأننا بنتكلم على خام نادر وبنتكلم على تكنولوجيا معينة فبالتالي الاستعانة بالخبرات الأجنبية المتخصصة في هذا المجال أعتقد مطلوبة بجانب إذا كان فيه استثمار وطني يمكن يخش في هذا المجال حاليا كيف كلمت عن المعدن ده أنه هو قديم شوية لكن دخوله أكيد في الصناعات الموجودة دلوقتي حديثا فهل هو مثلا مثل السيليكون؟ مستحدث مثل السيليكون؟ أو من قديم؟ لا هو حاليا كذلك الخامد موجودة في بطل الأرض من ملايين السنين فهما استخدامتها في الصناعة هل هي حديثة؟ لا موجودة من زمان موجودة ولكن ربما تكون مصر تتميز أنها الموقع بتاعها من الموقع الفريدة يعني هنا بنتكلم عن ده أن نلاقي فيه دول كتير أو عندها ده بنتكلم عن ده أن نلاقي فيه دول تاني عندها معادن أخر ولكن بالذات التنطالم دول محدودة هي عندها هذا الخام لذلك على الدولة استثمار الميزة النسبية في نظرة هذا الخام في وجودها على أرضها دي بتحتاج أن يكون فيه استثمار من نوع خالص خاص يعني للتعامل مع هذا الخام النادر الموجود في منطقة أبو دباب عظيم زي ما حضرتك ذكرت الوقت أن فيه دول محدود عندها هذا الخام وأعتقد أنه لازم يكون فيه تواصل مع هذه الدول أو على الأقل لنكون عارفين خطة هذه الدول في التعامل مع هذا الخام تصنيعه بيتم إزاي؟ هل بيقوموا بتصدير هذا الخام؟ ولا بيصنعوا بحيث أنهما يدولوا قيمة مضافة لهذا الخام يطلعوا منتج نهائي عشان برضو نكتسب الخبرة في التعامل مع الخام التنطل طبعا الاطلاع على السوق الخاري مهم جدا ليس فقط للتعامل مع هذا الخام ولكن مع كل الخامات لأنه زي ما أنتوا شايفين العجلة التقدم سريعة بالتالي إحنا ككوادر أو كهيئات أو جهات مختصة لا بد أن نتابع التطور لهذا الخام وغيرها من الخامات عشان خاطر نعرف الجديد فيها إيه ولكن أعتقد يكفي أن عرض هذه المنطقة للاستثمار كل الشركات المهتمة بتيجي مدام بتجد حزمة من التشريعات الحافزة زي ما أنت قلت وتجد المناخ المناسب أكيد أتيجي وتبدأ تحط برنامج بتاعها وعلى الدولة أنها يكون عندها متخصصين تقدر تراجع هذه البلامج الفنية والمالية عشان تقدر تختار الشركة المناسبة اللي ممكن تقوم بعملية الاستكشاف والتنقيب والتقييم والاستخراج ثم بعد ذلك عملية التصنيع للحصول على منتج النهائي من دخول هذه الخامات في الصناعات المختلفة المعادن الثانية اللي عندنا اللي ممكن تصدرها يجب دخلنا دخل قومي كبير والله إحنا عندنا كثير صراحة يعني يعني إحنا نتكلم إحنا نتكلم على تلق قطاعات أساسيين في الصراع المعادنية نتكلم على قطاع المحاجر نتكلم على قطاع المناجم ومنتكلم على الملاحات نتكلم على أن أرض مصر الستة والسعيف المية صحرة 96% من أرض مصر صحرة معناها أنها ليست فيها يعني زرع ولا ماء بالعكس فيها صراوات معدنية هائلة يعني لو نتكلمنا مثلا على منطقة ساماللوت في المينيا بتحتوي على أنقى أنواع الحجر الجيري في العالم الحجر الجيري بعض المشاهدين مفكرين أنه هو في صناعة أسمانت فقط لا بالعكس نتكلم على حجر الجيري ناقي ممكن يخش في صناعات متقدمة حتى في صناعة الأدوية حتى في صناعة الألبان حتى في المواد الغذائية عندنا بالفعل أنقى وهذا الكلام على مسئوليتي أنقى أنواع الحجر الجيري على مستوى العالم نتكلم على صناعة الأسمانت الحمد لله خامات الأسمانت متوفرة بطريقة أو بكميات واحتياطات مهولة عندنا الرمال البيضاء اللي بتخش في صناعات الزجاج المتوفرة في أنحاء مصر وكان في الفترة الأخيرة يعني نتكلمه على إعطاء القيمة المضافة أن إزاي إحنا خاماتنا بعدما نصدرها خام نحاول بقدر المستطاع نعمل لها تجهيز وإعداد ودخول في الصناعات أعتقد الخطط دي كلها ميزتها أنها هتستوعب عمالها ودي من خطط الدولة أن يكون فيه استيعاب لعمالها ورقم اثنين هيكون فيه دخل لهذه المواقع من العملات الصعبة لو تم تصدير منتج الخارج الرملة السعودة داخلت في نطاق الاستغلال للحمد لله من فترة وكنا زي ما بنتكلم على أن رمال السعوداء لا تترك والحمد لله دخلت في دائرة الاهتمام بيكلم على النحاس يعني النحاس دي أنا كثيراً بكلم في بعض اللقاءات أن النحاس من الخامات الاستراتيجية التي يجب أن تأخذ الاهتمام الكبير لأن إحنا من خلال الأرقام أن مصر تستورد حوالي بمليار دولار نحاس من الخارج وإحنا عندنا مواقع موجودة على أرض مصر من باب أولى أن الدولة تاخد الاهتمام لوضع وإظهار هذه المناطق للاستغلال لتوفير فاتورة الاستراد من هذه العملة الصعبة التي نحتاجها في الفترة القادية فبالتالي مصر غنية بالصروات الكثيرة بالفعل بدون مبلغة نحتاج خطة بس نحتاج خطة زي ما قلنا بتشمل تحديث التشريعات المعلومات التدريب الكوادر هيكلت بعض الجهات التي تستوعب هذا النشاط الكبير ومتابعته وبعد كده حطة التدريب الكوادر التي تستطيع أنها تستوعب هذه الطفرة التي نتمنى إن شاء الله تكون في الفترة القادمة على أرض مصر وتظهر كثير من المواقع للنور كتونقيب وكاستخراج وكتصنيع عندنا الكثير من المواقع فيها الكثير من المعادن والخامات هذه المعادن وهي ندرة بالمناسبة زي ما كنا بنكلم دلوقتي تشاهد فيه التحديات اللي ممكن توجهنا في هذا الملف؟ والله حالك زي ما انت قلت الخامات الندرة يعني أنك انت تطلع الخامة هتستخدمها ازاي؟ ففيه تحديات تكنولوجية سواء أن انا عملها مدخل في الصناعة أو أن انا خليها منتج نهائي أولا أولا أدي فكرة التنطالم مش موجود لوحده يعني الخامة نفسها اللي بسموها أبو جرانيت خامة بيضة زي الفلسبار كده زي الجرانيت موجود التنطالم فيها مع حاجة اسمها فلسبار برا عن خامات بتخش في صناعة البورسلين والسيراميك يعني معنى كده أن التنطالم أو الزير اللي اعطلعه من الزير الخامة نفاياته النفايات تخش في صناعة الشوائب بتاعته الشوائب بتاعته تخش في صناعة كبيرة جدا فبالتالي مش يبقى فيه وس مش يبقى فيه فضلات مش يبقى فيه نفايات ما فيهش هدر ما فيهش هدر بالتالي الخامة دي يعني خطة إعطاء خطة للاستغلال الشامل لها وفتح باب الاستثمار فيها أعتقد من الأولويات اللي يجب على الجهات المعانية أنها تتظافر لاستجلاب هذا الاستثمار سواء وطني أو بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في التعاون مع مثل هذه الخامات هل بتكلم عن التعاون ده بسبب أن طبعا دخول المناجم مش أمر سهل وبيحتاج ملايين يمكن الجنيهات وبيحتاج جهد كبير جدا ومخاطر كثيرة جدا فهل في تعاون ما بين الدول وبعضها يعني ولا هي الشركات بتقوم باستخراج هذا المعدن والله بس السوق مفتوح أي سوق في أي صناعة مفتوح على مصرعية وأعتقد نقل الخبرات والتعاون ما بين الشركات والتعاون ما بين الدول أعتقد حاليا على قدم وصع يمكننا عندنا دول المحيطة بالفعل يمكننا احتكاكي مع الدول الأفريقية يعني كثيرا بيسألوا على المصريين كخبرات وكشركات فأنا بحط خطة لتنمية وتطوير قطاع السلوة معدنية عيني على المحيط الأقليمي أفريكي والعربي اللي أنا ممكن أنا كمصر أخش فيه من خلال خبراتي ويتعاملي مع هذا القطاع فبالتالي التعاون مطلوب سواء الانفتاح على التعاون الخارجي كجلب خبرات وجلب تكنولوجيات ده من جهة الجهة الثانية أنا كشركات مصرية عيني برضو ونصب عيني على الاستثمار خارج المحيط المصري وبالفعل إذا ما إحنا كنا نصدر مدرسين وأطباء وكوادر في الدول العربية من باب أولى أن إحنا في قطاع التعاديين أن يكون عندنا الكوادر اللي ستستطيع أنها تستغل الخامات وتتعاون مع الدول المحيطة وخاصة المحيط الأفريكي والمحيط العربي أعتقد هيكون لنا دور بالاشتراكات التي حطناها اللي هو التدريب وأعداد الكوادر والاستعانة بالإدارة الحديثة اللي ستستطيع أنها تغزو أو تعمل تعاون إقليمي مع الدول المحيطة من أجل الحصول على الخبرات ومن أجل الحصول على رأس المال كمرتبات وكخبرات منكتسبة من هذا الاحتكاج كل شكر لحضرتك شرفتنا ونورتنا دكتور حسن بخيط رئيس المجلس الاستشاري العربي للتعاديين شكرا جزيلا لك أهلا بي